أهلا يا أستاذ حسام الهلالي اتفضل جوجلا حصور امضي لي بقى انك استلمت حاجتك حضر امضي لك تفتكر هنا أحسن ولا برا أحسن حصور اها كل انحصل بعضه يا ابني هنا سجن صغير وبرأ سجن كبير وده احنا عايشين صح برا سجن كبير ماشي يبقى خلينا نشوفك بقى شو بقى في السجن الكبير بقى حصول ان شاء الله السلام يا حبيبي السلام الله السلام الله السلام الله السلام الله السلام الله عربية جدي اه يا حبيبي مبروك الله يبارك فيك يا حسين هقبالك إبراهيم الملف هتلاقي عندك في درج المكتب لا انا ساعتين ان شاء الله وهكون عندك يلا مع السلامة هاضح انك بيتي مشغولة هعمل اي يا حسين شغلتي علمتنا جيل هموم ومشاكل الناس فوق مشاكلي ايا علا ها اجلت القضية في المحكمة طيب تمام لا استنيني في المكتب انا ساعتين وهكون عندك ايه اه اه انا في مشوار شغل هاجيلك على طول على المكتب يا بنتي قلتلك بقى قضية الشيكات دي ملهاش حل حليها انت يلا مع السلامة يو مش هرد سوري يا حسين مش عارف هتكلم معك المتينة على بعض انا يا ابنك مش حاجة بتفضل على حالها واضح ان الدنيا اتغيرت غيتي مهمة في شغلتك كلنا اتغيرنا يا حسين ومفيش حاجة بتفضل على حالها صح مفيش حاجة بتفضل على حالها صح اه يا شهين ايوة يا محمد انت فين يا حبيب هكون فيني يعني في الشغل انت نسيت ان النهاردة معت خروج حسين حسين لا مش ناسي بس اتخدت في الشغل وانت عارف الشغل ما برحمش فعرفتش هاجيلكم معلش ولا يهمك يا سيدي انا رحت وجبته ورجعنا على البيت وهو عايز يكلمك لا استنى يا شهين ده بس عشان انا في اجتماع مهمة وشهين فاكلمه دلوقت هكلمك تاني يا سلام بيقول ان عنده اجتماع مهمة واول ما يخلص هيكلمك احنا مش هنستنى حد احنا هنقعد ناكل عودة عاطية انا عاملالك بقى النهاردة كل الاكلات اللي انت بتحبها ربنا يخليجي لا امام الله الله يا سي حسام بقى انا كتير اوي ما شفناش وليمة زي دي من الواضح ان انت غالية عند موما قوي كانش فيه دعا تتعبي نفسي امام يا حبيبي لو ما تعبتش عشانك هتعب عشان نيه انا كان نفسي رياحك وما تعبكيش جرى يا حسام ما تشمر ايه دكي الله وتاكل عشان اول ما تخلص اكل لان هو كده مخلنا في جبايتين شاي زي زمان عشان نشوفها تعمل ايه اعمل ايه في ايه في مستقبلك طبعا هيكون في ايه جرى يا شان بس بيه يشم نفس وياخد حريته الاول وبعدين بعد كده يفكر هو هيعمل ايه حريتي كول ايشان كول ايه كول ايه كول ايه 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 صباح الخير يا ماما صباح الفل يا حبيب ماما مالفيه محمد وشاهين ده؟ محمد وشاهين ده راح ومشاغلته بص بقى أنا حضرت لك الفضار هتقعد تفتر زي الشاطر كده على مراحي السوق هجيب شوية حاجات وارجعلك على دونوش هتأخر تروحي السوق؟ انت منامت يا ماما بتجيبي حاجة بنفسك يا حسام يا حبيبي دول ثلاث سنين في حاجات كتير قوي قوي تغيرت ما عندي حاجات كتير وغالد خدي ألف أمك خلي دول معا كيمكن تحتاج حاجة كتر خير يا جماعة مسطورة لسه معاي رشاين كده تشاهلهم من قبل ما ورحمة أبوك ورحمة أبوك وغلوتي عندك لو كنت بتحبني ما تكسف إيدي ولا تكسر بخاطر خدهم بقى شكرا يا ماما يلا السلام يا حبيبي السلام شكرا لگة أبوك شكرا لگسي موسيقى يعني ايه يا مونير؟ يعني خلاص يا مونيرا انا نويت اوقف نشاط المحل بقى واقعد على مكتب كده والبس بدلة واتقنتك وانفض من على كتافي بقى طراب العطارة دي طب ده يا اخويا ده المحل يساوي شيء وشويات محل ايه بس يا بنت الناس انت عارف صاحب المحل ده من بعد بقوكي ما مات وهو جاي عمال يزن علي وصيق علي العوج وعايز يزود الإيجاري خليه عشر تلاف جنيه ايه عشر تلاف عفريت يركبوه ده غير الأواضي اللي رفحها علي وانا عمال ادفع في أتعاب محامين انا هشايل من عليكم أمي وبلوي كتير وما انتو شداريين اقولك ايه كالترخيرك يا اخوي بس انا قلت المحل يعني يطلع علينا منه لقمة حلوة لقمة حلوة لقمة حلوة كانت زمان خلاص خلصت القطة كلتها وجرت على سبع سطح بقولك يا مونيرة اختش يقتها حبيبتي ما تيجي كده البرشين اللي لدي وراستينه مع نابوكي وانا البرشين بتوعي ونحطهم على بعض كده ونعمل مشروع حلو ويبقى زيتنا في ديهنا لا يا اخوي خلي زيتك بعيد عندي ايه 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 انا ما صدقت جمعت مبلغ قلت احطهم في البنك يطلع لي منهم ريع او يمكن اعمل لي مشروع صغير كده اعيش منهم انا والعيال ما انت عارفش اللي بجوزي ايدك منه والقبر ده هو القبر نفسه امونا حبيبتي انك كان غرضي خير انك تشفطي بطنك معايا ونعدي عدي يا اخوي الوحدك انا غلبانة ومش قد المغامرات بتاعتك دي مش مهم انا شايف نفسي ازاي المهم الناس يا ماما الناس اللي شايفاني رد سجونه وصاحب سابقة ان شاء الله ربنا هيظهر برقتك يا حسين وفردي ما ظهراش هروح فين انا بقى اعمل ايه ان مع العسر يسرة وبعين ربنا عارف انك انت مظلوم ومش هيسيبك وهيقف جنبك ان شاء الله سامحين يا ماما بس انا على اخري على اخري ومخنون والله العظيم مخنون وعاسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم انا عاوزاك يا حسين تصبر وتتفاعل وتدور على شغلانا تطلع فيها ضقتك كلها بدل ما انت قاعد تنضب حظك وتبكي على اللي فات يا ابني اشتغل ايه بس يا ماما اشتغل محامي يا حبيب بالبساطة دي يا ماما محامي مرة احلى نسانس الحقوق اللي انا عارف دي من كلية شرطة ده قابل له واشرب ميته انا عندي سابقة رد سجون يا ماما للمرة المية بقولها لحضرتك انا مش سابل خدمة بمزايا ما ينفعش احتاج المحامي تم انبص النص الكوباية المليانة وافتكر قبل ما تكون رد سجون كنت ضابط شاطر وليك خبرتك اللي تتتقل بالدهم مظلش مظلش يا ماما صدقني يا ماما زي ما وقعت لازم يكون عندك الارادة اللي تخليك تقف وتقوم من جديد عشان تكمل وانا هقوم بس هقوم اطلع قطن عشان انام احاول انسى احاول انسى بماغي هتفرق اه ملو قاتل اللي بالله عليها لازم الله